بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجيش الأذربيجاني يقوم بعمليات تحرير سريعة وكبيرة للمدن المحتلة المدن التي احتلها الأرمن قبل 28 عاما أصبح الآن المجهود الرئيسي للمعركة الأذرية هو تحرير مدينة شوشة شوشة هي المدينة الرئيسية التي تم احتلالها قبل 28 عاما وكان بسقوطها بيد الأرمن هو سقوط إقليم نجورنو كرباغ بأكمله ها هو التاريخ يعيد نفسه ها هي أذربيجان تعيد الكرة بتحرير أذربيجان وتركز مجهودها العسكري نحو تحرير مدينة شوشة ما هي قصة مدينة شوشة الاستراتيجية والتي حرص الأرمن على إسقاطها لكي يقوموا باحتلال نجورنو كرباغ والتي تعتبرها الآن أذربيجان هي المفتاح لحل عقدتنا جورنو كرباغ واستعادتها مرة أخرى خلونا نشوف ومعد كده هنذهب للقمر الاصطناعي علشان نشوف أين تقع مدينة شوشة وأهمية هذه المدينة الاستراتيجية وأهميتها حتى التاريخية هي مدينة تاريخية قديمة لها ثقل تاريخي لدى الدولة الأذرية تحركات الجيش الأذربيجاني في قرباغ المحتلة تواصل مسيرها باتجاه مناطق أغديري وفضولي وجبرائيل وكبدل القوات الأذربيجانية تمكنت من تحرير جزء كبير من الخط الحدودي بين قرباغ وإيران يعني قطعت الخط الحدودي الذي يربط قرباغ بإيران وأصبح تحت سيطارة أذربيجان شبه الكاملة الآن بينما تكبدت قوات الاحتلال الأرميني خسائر فادحة على كافة الأصعدة وهناك ضابط تركي متقاعد يعتبر تحرير منطقة شوشة تمهيدا لتحرير كامل مناطق نجورنو كرباغ قبل ما نكمل هذا الخبر خلونا نروح نشوف إيه الأهمية الاستراتيجية لمدينة شوشة الاستلاء على مدينة شوشة كان الاستلاء على شوشة الذي أشار إليه الأرمن باسم تحرير شوشة أو عملية الزفاف في الجبال والأذربيجانيين باسم احتلال شوشة اعتبروه يوما أسودا ويوم هزيمة لا بد أن يعيدوا مرة أخرى تحرير هذه المدينة ويعيدوا أمجاد أذربيجان وأول انتصار عسكري هام للقوات الأرمنية خلال حرب نجورنو كرباغ وقعت المعركة في بلدة شوشة الجبلية ذات الأهمية الاستراتيجية المعروفة باسم شوشي للأرمن وكان هذا اليوم يوم 8 مايو 1992 وانتهى القتال بسرعة في اليوم التالي بعد أن استولت عليها القوات الأرمنية وطردت الأذربيجانيين المدافعين عنها وكان القادة العسكريون الأرمن المتمركزون في عاصمة نجورنو كرباغ يفكرون في الاستلاء على المدينة بعض القصف الأذري لمدينة نجورنو كرباغ المركزية أو عاصمة الإقليم وقد سميت عملية الزفاف في الجبال من قبل قائد القوات الأرمنية وقد ثبت أن الاستلاء على المدينة كان حاسما علشان كده الأذريين والأتراك يعتبرون أن استعادة شوشة هو استعادة للإقليم كانت شوشة أهم معقل عسكري كانت أذريبيجان تسيطر عليه في نجورنو كرباغ وكانت خسرتها نقطة تحول في الحرب وأدت إلى سلسلة من الانتصارات العسكرية من قبل القوات الأرمنية خلال الصراع غير أن بعض القصف وفقا لروايات السكان السابقين كان إما عشوائيا أو موجها إلى أهداف مدنية لو انتقلنا مع حضراتكم إلى البعد التاريخي لمدينة شوشة شوشة بالأذرية هي مدينة في منطقة مرتفعات قرباغ لجمهورية أذريبيجان هذه المدينة تأسست على يد الملك قرباغ بنهلي خان في العصور المبكرة هذه المدينة بنيت على شرفه هذه المدينة مدينة للعلوم والفنون هذه المدينة مدينة هامة جدا وتاريخية جدا تم احتلالها زي ما شفنا عام 1992 من قوات الاحتلال الأرميني هذه المدينة كانت بداية سقوط الإقليم والآن هي البوابة مرة أخرى لاستعادة الإقليم من طرف أذريبيجان لذلك نجد أن أذريبيجان تركز الآن بكل قوة على استعادة مدينة شوشة مرة أخرى لو حبينا نروح للقمر الصناعي علشان نشوف مدينة شوشة وموقعها الاستراتيجي داخل إقليم ناجورنو كرباغ هذه المدينة التي كان باحتلالها سقوط الإقليم والتي تريد الآن أذريبيجان أن تستعيد الإقليم من خلال استعادة مدينة شوشة هنا قامت أذريبيجان بقطع الشريط الحدودي بين إقليم ناجورنو كرباغ وما بين إيران يعني على الحدود الإيرانية في هذا المكان القوات الأذرية قطعت الشريط الحدودي في هذا المكان وأصبح هذا اللسان الصغير الذي يربط أرمينيا بإيران بنجد أن أذريبيجان بحجمها الهائل بهذا الشكل وإطلالتها على بحر قزوين وحدودها مع روسيا ودول الجوار مثل جورجيا إضافة إلى الحدود الطويلة جدا مع أرمينيا وحدودها أيضا مع إيران بنجد أيضا أن أذريبيجان الرئيسية بهذا الشكل وهناك أيضا جمهورية نخ جابوان اللي هي هذه نخ جابوان اللي هي جمهورية محكومة بالحكم الذاتي تابعة لأذريبيجان أيضا واللي ليها أيضا ارتباط حدودي بري صغير جدا مع تركيا من هذا المكان هذه البوابة اللي هي أرضاه حوالي 33 كيلو متر فقط كحدود تربطها بالدولة التركية لذلك استعادة مدينة شوشة الاستراتيجية سيكون له دور كبير جدا في استعادة الإقليم كله المحتل من طرف الأرمن لذلك أذريبيجان والتي فقدت مدينة شوشة قبل 28 سنة ها هي الآن تريد أن تستعيد الإقليم مرة أخرى من بوابة شوشة بعد أن عزلت الإقليم من خلال السيطرة على الشريط الحدودي مع إيران لو حبينا نشوف بعض الصور لهذه المدينة الخلابة مدينة شوشة كلنا نعلم أن إقليم ناجرنو كرباغ معناه يعني حديقة الجبال السوداء هذا الإقليم إقليم غني جدا بالموارد فيه مناجم للذهب وفيه إمكانيات هائلة زي ما احنا شايفين هو جنة الله في الأرض هذا الإقليم كما نشاهد به شلالات به معابد به مساجد به كنائس به كثير من القلاع الأثرية فهي مدينة تاريخية أثرية لها أهمية استراتيجية غير عادية للدولة الأثرية لذلك عملية استعادة الإقليم كل شيء واستعادة مدينة شوشة الأثرية مدينة شوشة التاريخية له أهمية كبيرة جدا لدى الجانب الأذري زي ما احنا شايفين هذه صورة منارة لأحد المساجد ولا يزال مكتوب عليها الله على المنارة من كل الجهات كما نشاهد مشاهد غير عادية مشاهد خلابة لهذه المدينة الجبلية مدينة شوشة لا شك أن استعادة إقليم ناجورنو كرباغ أصبح هدفا لا يمكن التراجع أو التنازل عنه وكما أنه هدف لأذريبيجان فهو هدف أيضا لتركيا توحيد الأراضي الأذرية استعادة الأراضي المحتلة بإنهاء هذا الخطر الأرميني الذي يهدد الاقتصاد الأذري والاقتصاد التركي بمحاولة ضرب خطوط الغاز وخطوط البترول العابرة عبر الأراضي الأذرية وصولا للأراضي التركية لا شك أن هذا الأمر غاية الأهمية للجانبين الأذري والتركي لذلك كان لزاما استعادة هذا الإقليم زي ما احنا شايفين آثار إسلامية مكتوب عليها آيات قرآنية في هذا الإقليم المحتل والذي احتلته هذه القوات الغازية المحتلة في إقليم ناجورنو كرباغ يبا إذن متابعين الأعزاء تابعنا مع حضراتكم متابعين الأعزاء تابعنا مع حضراتكم أهمية هذا الإقليم وضرورة تحريره لكي تستعيد أذري بيجان السيطرة مرة أخرى على الإقليم المحتل وتحرر سائر أراضيها نسأل الله عز وجل أن يكلل هذه الجهود بالنجاح وبالنصر وبالتوفيق نصر الله تركيا ونصر الله أذري بيجان ونصر الله سائر بلاد المسلمين في هذه المعارك المتعددة والمتنوعة التي تحيط بالعالم الإسلامي من كل الجهات متابعين الأعزاء إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته